ولمزيد حول زيارة غير المعلنة لبشر الأسد إلى موسكو في وقت يمارس فيه نظامه ضغوطا للسيطرة على درعا جنوب البلاد ينضم إلينا عبر سكايد من مرسين رئيس تجمعي المحامين السوريين الأحرار غزوان أقرنفل أهلا بك معنا أستاذ غزوان تحياتي لحضر أهلا بك أستاذ غزوان بداية زيارة غير معلنة عنها لرأس النظام السوري إلى موسكو ماذا تقرأ في هذه الزيارة وفي توقيتها وماذا حمل الأسد إلى الرئيس الروسي يعني باعتقاد الزيارة التي كانت مستعجلة لا تنفصل عن سياق زيارة الملك الأردني مؤخرا وكذلك وزير خارجي الإسرائيلي إلى موسكو وهي أيضا ليست بعيدة عن سياق المسعى الروسي الدقوب لإعادة إدماج النظام السوري ضمن المنظومة العربية التي بدأت بخطوة خط الغاز المصري وكذلك بسط النظام سيطرته على درأة ضمن الاتفاق المعقوب برعاية العراب الروسي فبالتالي أعتقد أن كل ذلك بيأتي ضمن مسعى روسي مثل ما أسلفنا دقوب لإعادة ترميم وبناء منظومة السلطة ومساعدة على بس سيطرته داخليا وتعويمه على المستوى الأقليمي من خلال ماذا؟ ما هي الأدوات الآن التي طرحها لربما النظام الروسي على نظيره السوري؟ ما هي الأدوات؟ يعني هلأ إعادة بسط سلطان النظام على مناطق جديدة في سوريا هي واحدة من هذه الأدوات الحديث الذي صار لافت للنظر من كل دول الإقليم حول فكرة عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم المسعى الدقوب على المستوى العربي لإعادة النظام السوري إلى جامعة الدول العربية عدتوا للمنظومة الإقليمية بشكل عام كل هذا بتقديري بالإضافة إلى المواقف الباردة على المستوى الأمريكي وكأنه أنيط الملف رمته إلى روسيا فأعتقد كل هذه مجموعة أدوات تعمل عليها روسيا لا إعادة بناء منظومة السلطة الأسدية مرة أخرى وإعادة إدماج هذا النظام ضمن المحيط الأخمي والعالم نعم ولكن ما الجديد؟ روسيا تحول منذ الزمن منذ أوائل الثورة السورية تحييد المجتمع الدولي عن الملف السوري وهناك محاولات لتعوين النظام المستمرة لماذا الآن؟ ما الذي حدث الآن؟ بتقديري أيضا أنه الرسائل أو القراءات المتعلقة بمواقف الولايات المتحدة فيما يتعلق بالانسحاب من مستنقع المنطقة عموما واحتمال أنه يكون في قرار جدي بالانسحاب من سوريا بعد ما يتم ترتيب أوضاع معينة تتعلق بمناطق شمال شرق سوريا سواء مع تركيا أو مع روسيا فأعتقد أنه هذا الشيء الجديد وكأنه أنيط الملف السوري برمته إلى روسيا على أن تراعي المصالح المتعلقة بحلفاء الولايات المتحدة التي هي قسد في شمال شرق سوريا ضمن عباءة السلطة التي عبت عيد روسيا إعادة بناءها وهناك رسائل توحي أيضا بصحة هذا الاستنتاج تتعلق بمحادثات بين قسد والنظام السوري نتيجة تلمس قسد أنه هناك مواقف من الولايات المتحدة بالانسحاب من المنطقة يعني بالعودة إلى موضوع الدرعة بالذات هل هناك رضا روسي بات هناك رضا روسي عن تواجد إيراني في جنوب سوريا ويعني منظومة متكاملة رضا متكامل من قبل جميع الدول للتواجد الإيراني في الجنوب السوري أم أن هناك ضمانات لعدم سماح الروس لإيران من دخول المنطقة هل أنا أعتقد أنه يعني النقطة الأهم بالنسبة لروسيا هي تعود مشروعية النظام ولو بشكل رمزي من خلال وضع يده على منطقة الدرعة ورفع العلم السوري على سواري هاي المدينة ويعادة تفعيل دور مؤسسات الدولة فيها هذا يعني تهتم في روسيا كثيرا بزعم أنه النظام استعاد السيطرة على تلك المناطق وسيستعيد السيطرة على مناطق أخرى في مناطق خارجة عن سيطرته يعني فهذا اللي بتهتم في روسيا في المقام الأول لأنه هو الأساس في إعادة بناء شرعية السلطة وهو استعجال لموضوع ربما استعجال لموضوع إعادة الإعمار مثلا طبعا إعادة الإعمار هي يعني استحقاق بتشوفه روسيا كتير مهم بالنسبة لترتيب الوضع الاقتصادي في سوريا اللي اليوم عم نشوف آلاف مؤلفة من الناس تريد مغادرة البلد لأنه الوضع الاقتصادي كارثي الوضع الخدمي أكثر من كارثي على مختلف المستويات الصحية والتعليمية والخدمية إلى آخرين فبالتالي روسيا أيضا تحتاج إلى أنه يعني يحصل نوع من إعادة الإعمار ولذلك هي تلح كثيرا حتى أكثر من النظام السوري نفسه في موضوع عودة اللاجئين لأنه ترى أنه استدراج فكرة عودة اللاجئين هي اللي بتسمح له باستدراج عروض إعادة الإعمار في سوريا نعم يعني في ظل كل ما يجري ومحاولات الروس لإطفاء الشرعية كما ذكرت على النظام هناك تحذير يعني أطلقه أو تصريح أطلقه رئيس لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا باولو بينايرو من أن الوضع يزداد قتامة وسوريا بلد غير آمنة لعودة اللاجئين يعني كيف ستتصرف روسيا مع هذه التصريحات المتزايدة إلى أن سوريا بلد غير آمنة إلى حدلها ما ورد في التقارير الدولية والتصريحات الأممية أيضا بهذا الشأن هو صحيح مئة بالمئة يعني سوريا ليست دولة في كل مناطقها حتى الخارج عن سيطرة النظام ليست مناطق آمنة لعودة الناس إلى بلدها وبالتالي يعني المساعي المحمومة على المستوى الإقليمي لدفع السوريين إلى العودة إلى بلدهم يعني في غير محلة حقيقة وهذا تعزز التقارير لصدرت مؤخرا عن أمينيستي واليوم أيضا عن لجنة التحقيق الدولية فالنظام لا يهتم بعودة اللاجئين ولو كان مهتم أصلا بعودة اللاجئين فالنازحين هم أقرب إلو يعني اليوم النازحين المناطق اللي أعاد احتلال النظام في شمال حماوة جنوب إدلب هم أقرب إلو لو أرادوا العودة لعادوا فحقيقة لن يعود أحد تحت سلطان هذا النظام وهون المشكلة حقيقة اللي عدتت صادم بين ما يسعى إلو الشعب السوري وبين ما تسعى إلو روسيا التي صرحت مبكرا أنها لن تسمح بإسقاط النظام ولن تسمح للسنة بحكم سوريا يعني كان تصريح صفيق ووقف جدا يعني شكرا فبالتالي هذا السياق عدتتشتغل عليه روسيا ولكن حقيقة لن يعود أحد من السوريين ما لم تتغير البنية الأمنية والبنية النظام السياسية بالكامل حتى يشعر الناس أن هناك إمكانية للعودة حقيقة شكرا جزيلا لك كنت ضيفا عبرها سكايب من مارسين رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار غزوان قرنفل شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا